السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم القناة السيبروان التعليمية اليوم لدينا مراجعة في مادة اللغة العربية تحضيرا للسنة الثانية متوسط سأترك لكم هذا النموذج جاهز دبعه في صندوق الوصفة على شكل صور وعلى شكل PDF إذن لدينا نص قصير جدا وعندنا بعض الأسئلة كمراجعة للدروس اللي درسناهم في السنة الأولى متوسط ونحتاجوهم كمكتسبات للسنة الثانية متوسط إذن نبدأ على بركة الله يقصد الناس الواحة رغبة التناعم بجناتها وطيب هوائها واعتداله في أيام الشتاء وتمتد جنات النخيل كيلومترات تتخللها عيون جارية وتبدو الواحة كزمردة تتلألأ وسط صحراء من الرمال الصفراء البراقة وهذه المجموعة من نبات وسحراء وجو وشمس يعطي بعضها بعضا جاذبية ساحرة إذن هذا هو النص الأسئلة قال ما نوع النص ثم قال ما هو النمط الغالب ثم قال حدد أسلوب النص إذن هذه الأسئلة ستتكرر في كل الاختبارات والفروض القادمة إن شاء الله كيف نقول ما نوع النص نوع النص نقصده وش هو هذا النص هل هو نصري معنى عبارة عن نص ولا شعري عبارة عن أبيات شعرية إذن هذا النص نصري إذن شفو على نوع النص نوع النص معنى نصري أو شعري إذن شعري هو عبارة عن أبيات شعرية ونصري هو عبارة عن جمل عادية إذن قال ما هو النمط الغالب كيف نقول النمط قلنا عندنا النمط السردي وش معندها سردي سردي معنى في شخصيات كيش غول يحكي لنا قصة يكون هناك تسلسل الأحداث فيها إطار زماني ومكاني يخبرنا بالزمان ولا المكان في كثرة استعمال الأفعال الماضية مثال دخل عمرو إلى بيت جده هكذا إذن نستعمل هنا شخصيات ونستعمل أفعال الماضية وهناك تسلسل الأحداث إذن هذا نقصده به نمط سردي وعندنا النمط الوصفي وش في الوصفي؟ الوصفي في كثرة تعابير المجازية كثرة النعوت إلى غير ذلك إذن هنا وش عندنا؟ هل فيه بروز شخصيات؟ هل فيه تسلسل الأحداث؟ هل هناك إطار زماني ومكاني؟ لا إذن هنا نمط وصفي إذن وعندنا عفوا مش هي وصفي سردي إذن هنا شعري لالا هنا في النمط الغالب نقدر أن نلقى الفقرة الأولى تكون عبارة عن نمط وصفي تكون الجزء الثاني ولا الفقرة الثانية عبارة عن نمط السردي إذن هنا في الفقرة اللي عندنا القصيرة هذه النمط الغالب هو نمط وصفي نفهم؟ الآن قال حدد أسلوب النص كنقول الأسلوب النص معناها خبري ولا إنشائي وش معناتها خبري؟ كنقول خبري معناها يخبر فينا في معلومة يحتمل هذه المعلومة تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب لكن كنقول النمط الثاني ولا أعفون الأسلوب الثاني هو أسلوب إنشائي هذا الأسلوب الإنشائي وش فيه؟ فيه أمر فيه نهي فيه استفهام فيه نداء إلى غير ذلك إذن كنقوا جملة استفهامية مثال أين ذهبت؟ هل هذه الجملة تحتمل الصدق أو لا تحتمل الصواب؟ لا إذن هو يعبر عن سؤال أيضا النداء أيضا القسم أيضا تعجب المتح إذن هذه الجمل هي عبارة عن أسلوب إنشائي إذن هذا الأسلوب هل هو إنشائي أم خبري؟ هذا الأسلوب أو هذا النص اللي عندنا الفقر اللي عندنا هذا أسلوب خبري لأنه يحتمل الصدق ولا يحتمل الصواب سقس شخص آخر يقدر يقولنا الصحراء ماش جميلة يقولنا الواحة لا تستهويه إذن هذا الأسلوب هو أسلوب خبري وعندنا أسلوب إنشائي مفهوم؟ الآن في السؤال الموالي قال في النص تشبيه قال استخرجه وحدد أركانه إذن نرجع للنص ونحوس على التشبيه تشبيه نلقاو ك هذا الحاجة ك هذه ونلقاو مثل عبارة عن تشبيه إذن وتبدو الواحة إذن نخبر فينا على الواحة كزوم الرودة إذن شبهنا الواحة بالزوم الرودة في وش شبه لها؟ هل في شمس؟ قال الواحة كزوم الرودة تتلألأ إذن في تلألؤها إذن شبهنا الواحة بالزوم الرودة في التلألؤ في الرمال الصفراء البرق مفهوم؟ إذن عندنا في النص تشبيه قال استخرجه وحدد أركانه إذن التشبيه جاء في الواحة تبدو الواحة كزوم الرودة كزوم الرودة تتلألأ إذن هناي الواحة هو التشبيه بشبهنا الواحة شبهناها بالزوم الرودة إذن المشبه به ورح حرف التشبيه والآداء التشبيه هذا ك هو آدات التشبيه فالشبه الواحة الواحة للزوم الرودة شبهها في التلألؤ إذن التلألؤ هو وجه الشبه وجه الشبه مفهوم؟ الآن قال أعرب ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص قال يقصد الناس الواحة رغبة التنعم إذن لماذا يقصد الناس الواحة إذن هنا يقصد هو فعل الناس فاعل الواحة مفعول به لكن رغبة يقصد الناس الواحة رغبة إذن رغبة قدر نعوضها من أجلي إذن هناك قدر نعوضها من أجلي معناها مفعول لأجله إذن هنا عندنا رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخيره ثم قال في أيام الشتاء إذن دايما كنا نلقاوا كلمة فيها كسرة في الأخير معنىها مجرورة إما تكون اسم مجرور كنقوله اسم مجرور معنىها يأتي بعد حرف جر هل يوجد قبل الشتاء حرف جر؟ لا إذن دايما كنا نلقاوا لإسم مجرور إما يكون بعد حرف جر هنا مكاش حرف جر أو يكون صفة يتبع الموصوف في كل شيء إذن الشتاء جاءت في أيامي إذن أيامي هنا فيهاش ألف لم تعرف الشتاء فيها ألف لم تعرف إذن الشتاء هنا ما هيش صفة إذن قلنا تقدر تكون اسم مجرور بعد حرف جر ولا يقدر يكون صفة يتبع الموصوف في كل شيء ويقدر يكون مضاف إليه إذن هنا الشتاء هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ثم لدينا تتخللها إذن كنقول تتخللها معناها نقدر نحذف هذه إذن نقول تتخلل تتخلل إذن تتخلل هو فعل فعل هل هو ماضي أم مضارع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره ها إذن هنا ها نقصده بها على من تتخللها على الجنات إذن في الحقيقة نقول تتخلل الجنات فعل إذن هنا ها تعود على الفعل والها ضمير هل هو متصل أم منفصل إذن هل اتصل بالفعل معناها لسق معه إذن لسق معه معناها نقول متصل إذا كان منفصل علي نقول منفصل إذن هنا ها ضمير متصل في محل رفع فاعل مفهوم؟ ثم قال فيما يلي صور بيانية أعطي مثالا عن كل منها إذن عندنا سجع قال من عندك أعطي مثال عن كل منها عندنا سجع وعندنا جناس وعندنا طباق إذن ما هو السجع؟ السجع قلن هو تشابه كلمتين يكون في آخر جملتين متتاليتين فهوم؟ إذن آخر كلمتين متتاليتين يكونوا تشابه في الحروف الأخيرة مثال الأساتذة حكماء والتلاميذ نجباء الأساتذة حكماء والتلاميذ نجباء إذن هنا نشوف ألف وهمزة هنا ألف وهمزة الأساتذة حكماء والتلاميذ نجباء إذن نقول حكماء نجباء عبارة عن السجع إذن هو تشابه كلمتين في الحروف الأخيرة كلمتين في جملتين متتاليتين نفهم؟ عندنا الجناس الجناس هو ينقسم إلى قسمين عندنا جناس تام وعندنا جناس نقص وش معنى الجناس؟ معنى كلمتين من نفس الجنس يتشابه في كل شيء مثال دخل سليم المستشفى ولا خرج سليم من المستشفى وهو سليم معافى إذن نقول خرج سليم من المستشفى وهو سليم معافى إذن هنا المستشفى معافى نقدر نقول هذا باللي أيضا سجع إذن هنا عندنا سليم هنا عندنا أيضا سليم إذن هنا سليم هنا سليم خرج سليم هذا شخص يسمه سليم من المستشفى هو هو سليم أي أنه معافى في جسده إذن هنا سليم نقص بها شخص وهنا سليم نقص بها صفة إذن هنا الكلمتين يتشابه في كل شيء في الحركات في الحروف في كل شيء يتشابه لكن المعنى مختلف إذن الجناس هو تشابه كلمتين في الحروف والحركات واختلافهما في المعنى تشابه في اللفظ واختلاف المعنى هذا الجناس التام سأكون قلو جناس ناقص معنى يختلف في حرف ولا يختلف في حركة فأكثر يختلف في حرف فأكثر ولا في حركة فأكثر هنا نقول لجناس ناقص مثال صليت العشاء العشاء بالكسرة ثم تناولت العشاء إذن هنا نقص بها صلاة ولا وقت وهنا نقص بها وجبة إذن هنا لفظ يتشابه لكن المعنى غير متشابه إذن هنا نقول لجناس هل هو تام ولا ناقص هنا العشاء وفي المثانية العشاء إذن اختلفه في حركة من الحركات إذن نقول لجناس ناقص فهم ثم الطباق الطباق هو تضاد كلمتين مثال نقول خرج خرج دخل إذن هذا طباق طباق أيضا فيه نوعين كان طباق سلب وكان طباق إيجاب إذن خرج دخل هنا طباق إيجاب لأنه كلمتين متضادة بس هنا نقول خرج ولم يخرج هنا كلمتين متضادتين لكن بحرف نفي إذن هنا نقول لطباق سلب هذا طباق سلب مفهم إذن تقريبا هذه كل الدروس اللي درسناها واللي نحتاجها في السنوات أو السنة القادمة إن شاء الله في الوضعية الإدماجية اختار لكم وضعية إدماجية عن الحياة العائلية لأن المحور الأول الذي سندرسه في سنة ثانية متوسط هو عن الحياة العائلية إذن قال بمناسبة عيد الفطر اجتمعت العائلة الكبيرة في البيت الكبير بيت الجد الذي طالما شعرت بالفرحة والسرور بين جدرانه قال في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر